تعالى بقى نيجي بقى لعائلتكم والد حضرتك وجد الأستاذ عبدالغاني بعد ما قضوا فترة في الشركة عملوا ايه بقى؟ ايه بقى خط السير لحد ما احنا المكان اللي احنا عاديين في دلوقتي؟ هم طبعا اكتسموا خبرة كبيرة جدا في شركة زاروني ديت وعملوا علاقات كبيرة جدا مع شخصيات مهمة أوى جدا لغاية لما جينا سنة سبعين سنة سبعين جي والدي ويجد عبدالغاني هما الاثنين جوهم هنا خدوا المحل لسنة سبعين وبدأوا يكونوا النشاط بتاعهم هنا في منطقة الزمالك وطبعا كانت اختيار موفق جدا منهم لان المنطقة رائية جدا بيسكنها طبعا ناس قبراء من مزراء ومن ناس في سلك الدبلوماسي وفنانين وقدباء وصحفيا فاحنا بدأنا هنا والدي وعمي رحمة الله عليهم للمحل دي هنا سنة سبعين انا عايزة حريك بس ترجعلي بالذاكرة الورا شوية للجيل الزهبي للزمالك اللي هو النجوم والفنانين والشخصيات العامة مين من الشخصيات العامة دي كانوا زباين في المحل وكنتم بتتعاملوا معهم سواء كانوا هما بيجيلكوا وأنتوا بتروحولهم البيت والله من خلال المهنة بتاعتنا دي تقتحت لنا ان احنا نلتقي بناس مهمين جدا لو لا المهنة ولولا وجودنا في هذا المكان احنا ما كناش نتقابلنا مع المجموعة دي رجال هاصلوا منهم مجموعة يعني مثلا رجال الفن يعني انا اسكر محمد عبدالوهاب قلنا روحت مع عمي اللي هو جد عبدالغاني انا فاكر كويس جدا سنة يمكن ستة وتمانين روحنا قابلنا عبدالوهاب في البيت قابلنا نهلة القدسي اللي هي مراته عبدالوهاب طبعا ما كانش بيقابل حد وكان تعرف ان هو كان حريص جدا فانا فاكر القعدة اللي لها عابتها انا وعمي حاجة عبدالغاني عادنا مع نهلة القدسي وكلنا بيحين علشان هي كانت محتاجة ان هي ترمم وتنظف بعض السجال ده بيت عبدالوهاب برضو دخلنا بيت عبدالحليم حافظ اتعاملنا مع اخته الكبيرة اسمها الحاجة عليها ودي كانت المسؤولة عن ادارة شؤون البيت وطبعا تعتبر علاقاتها عبدالحليم كانت علاقة صوية جدا فريدة من نوعها فعلا والغاية النهاردة بقى بنتعامل مع بنتها في ايه؟ والغاية النهاردة بنتروح بيت عبدالحليم والليها طبعا ذكريات كبيرة جدا اتعاملنا برضو مع عاد الإمام اتعاملنا مع عاد الإمام وده كان من اكتر الزباين قريب جدا كان مننا وزوغته مدام هلش شلقاني دي كان الصديقة الوالدي والعمي واتنقلت الصداقة بعد كده لنا فبرضو كان بتهتم ايه بالسجال ده من ناحية رجال يعني بعض النمازج في الفن هنيجي مثلا للصحافة الصحافة اتعاملنا مع مصطفى أمين وعلي أمين وروحنا بيتهم وتعاملت مع أولادهم دخلت بيت محمد التابعي أمير الصحافة العربية واتقابلت مع زوجته مدام هدى التابعي ودخلت زورة المكتبة بتاعته وبرضو من ضمن الشخصيات المهمة جدا في مجال الصحافة والإعلام الكاتب الكبير محمد حسنين هيك طبعا طبعا دوت أنا كنت بروح وبرضو بنتقابل مع زوجته مدام هدايت وكنا برضو بنتفق على تصليح وترجيم السجال ده من رجال الصحافة فيه برضو الزباء تعملت مع أحسن عبدالقدوس الله الله عليك ودخلت بيته وتعملت مع زوجته مدام لولا وتعملت مع أولاده إن شاء الله الصحف الكبير محمد عبدالقدوس وابنه المهندس أحمد عبدالقدوس